صرح مصدر مسؤول بأن المملكة العربية السعودية ومن موقعها الرائد في العالمين العربي والإسلامي لعبت دورا بارزا عبر التاريخ في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم وقيادة الجهود في مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز التعاوم الاقتصادي وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم ولا تزال المملكة تعمل مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز هذه الأهداف مستندة في كل ذلك إلى مكانتها الخاصة بوصفها مهبط الوحي وقبلة المسلمين وتوكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات وبحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية والدولية ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال وستظل المملكة حكومة وشعبا ثابتة عزيزة كعادتها مهما كانت الظروف ومهما تكالبت الضغوط كما تؤكد المملكة أنها اتلقت أي إجراء فسوف ترد عليه بإجراء أكبر وأن الاقتصاد المملكة دور مؤثر وحيوي في الاقتصاد العالمي وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي وتقدر المملكة وقفة الأشقاء في وجه حملة الادعاءات والمزاعم كما تثمن أصوات العقلاء حول العالم الذين غلبوا الحكمة والتروي والبحث عن الحقيقة بدلا من التعجل والسعي لاستغلال الشائعات والاتهامات لتحقيق أهداف وأجندات لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة